سنة 2012 في مطار روسيا الدولي حصل واحد من أغرب الحوادث الطبية ديانة وجوزها كانوا بيخلصوا إجراءات السفر وفي طريقهم يركبوا الطيارة وبعد ما عدوا على جهاز كشف المعادن بدأت ديانة تحس بدوخة وفجأة دفلت في إغماء وماتت الإشعاعات الكهرومناطيسية الخطر الموجود حوالينا في كل حتة وبيهدد حياتنا كل دي قصص وعبارات بتتردد في الإعلام من وقت للتاني بتخوف الناس من تأثير الإشعاعات الكهرومناطيسية بس هل فعلاً الخوف ده مبرر لو رجعنا لقصة ديانة أول حاجة ممكن تيجي في دماغنا إن جهاز كشف المعادن كان هو السبب في وفاتها بس الحقيقة القصة مش كاملة بعد التحريات اكتشفوا إن ديانة كانت مركبة جهاز طبي لتنظيم ضربات القلب وهو ده اللي عطل أول ما دخلت على جهاز كشف المعادن الإشعارة العادي بتاع أجهزة الأمن تسبب في تعطيل جهاز ضربات القلب وده اللي أدى للوفاء أجهزة الأمن عمتاً بتستخدم نوع من الموجات زي الموجودة في الموبايل في الكشف عن المجنوعات في أماكن زي المطار أو المترو أو حتى السوبر ماركت في الوقت الحالي بتتعمل دراسات عشان تعرف الناس اللي في خطر الموجات دي زي الأشخاص اللي معهم أجهزة ضدية محمولة أو مزروعة أو مضخات أدوية الأشعة اللي بتستخدم في الأجهزة دي كلها اسمها مايكرو ويفز وهي منتشر حوالينا لكن بكميات قليلة ومدروسة ومتحكم فيها وتأثيرها ضعيف بتستخدم في تقنيات زي الفايل جي وجهاز المايكرو ويفي اللي بيسخن الأكل طب هل هي فعلاً مش خطر زي الدراسات ما بتقول؟ المؤكد إن خطر الموجات دي بيظهر في التعرض ليها بكميات كبيرة وشدة عالية وده مش اللي بيحصل في الأجهزة اللي موجودة حوالينا إلا لو إتنا بنسي استخدامها أو بنعرض الأشخاص الغرض ليها جهاز المايكرو ويفي مثلاً لو كان الباب بتاع بويز أو مكسور أو مش بيقفل ممكن يتسبب في قصبتك بحروق وفقدانك البصر وممكن كمان يتسبب في تلف بعض الأعضاء الداخلية بوابات الكشف عن المعادن آمنة لأنك مش بتقعد فيها فترة طويلة لكن المعايير والدراسات بتأكد إن في ناس ممنوع إنها تتعرض للإشعاعات بتاعة أجهزة الأمن ومنهم النساء الحوامل أو الناس اللي مركبة أجهزة في الجسم لتصبيت نشاط القلب منظمة الصحة العالمية بتأكد إن مفيش أي مخاطر صحية كبيرة نتجت أو ظهرت من التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي طول العقول اللي فاتت دي ولكن لغاية دلوقتي مازال في شكوك الموبايل بيانتج عنه إشعاع كهرومغناطيسي بشكل مستمر وفي ناس مهنتها وشغلها الشاغل إنها تحدد معايير للإشعاعات النتجة من الموبايلات وتعمل اختبارات للإجهزة دي حسب المعايير وبناء عليها الجهاز بيتحدد إذا كان آمل واندل منظمات زي منظمة الصحة العالمية واللجان الدولية للحماية من الأشعة زي ال-ICN-IRP بيكون هدفها إنها تدرس مخاطر الإشعاعات دي وتحط القوانين اللي بتلزم الصناعات بمواصفات محددة تحمي المستهلكين ده غير بقى الأبحاث اللي الشركات بتعملها عشان المنتج يكون أكثر أمانا وتوفيرا للطاقة والغرامات والعقوبات اللي الحكومات بتحطها عشان تضمن إن الشركات بتتبع المواصفات بس مزال السؤال موجود فعلا هل المستويات المتخفضة من الإشعاعات اللي بنتعرض لها بشكل يومي لها فعلا خطر وتأثير على الصحة لغاية دلوقتي ما فيش أي دراسة موقت كده بتأكد إن فيه أي خطر ناتج من الإشعاعات دي بس الدراسات لسه بتدرس التأثير ده الأكيد إن لما بيبقى فيه حاجة علمية بتطلع تأكد خطر ممكن يظهر في الأبيهزة دي المنظمات العالمية بتغير معاييرها عشان تضمن الصحة العامة للناس فاتطمنوا ومفيش أي حد بيحاول ليعمل ضدنا مؤمرات عالمية عشان يأذي صحفتنا